السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي آلاء وآيات المسبق بهذه الآيات والآلاء الكثيرة التي يعطيها رب العزة لعباده الصالحين وما عليهم إلا أن يتفكروا بحسب وعيهم فإذا بهم غارقون بآيات الله ونعمائه الواسعة محاطون بها في كل جانب ومكان في هذه الحلقة من آيات وآلاء نسلط ضوء على آية مباركة من سورة البقارة الكريمة وهي الآية المئة أو الثالثة والثمانون بعد المئة والتي يقول فيها رب العزة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم نستمع أنا وأنتم أيها المشاهدون الأكارم إلى تلاوة مباركة في هذه الآية الكريمة أنصتنا فاشعين متدبرين إلى تلاوة مباركة في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة من سورة البقارة المباركة والتي يشير فيها رب العزة جل اسمه الكريم إلى وجوب الصيام على عباده المؤمنين ونذهب وإياكم لنرحب ضيوفنا الأكارم في استوديوهاتنا في العراق في بغداد سماحة الشيخ محمد النوري أهلا ومرحبا بجنابك المؤقر وفي الأنبار سماحة الشيخ الدكتور جلال الكبيسي ومن ميحسان ينضم إلينا سماحة الأستاذ ميثم الكعبي أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الأكارم والبداية من استوديوهاتنا في بغداد دكتور النوري حياك الله أهلا ومرحبا بجنابك المؤقر تقبل الله طاعاتكم وصيامكم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل وحبذا لو بدأت جنابك المؤقر بتوجيه تفسيري لهذه الآية المباركة من سورة البقارة أهلا وسهلا بجنابك وبضيوف الكرام وبكل مشاهدي قناة العراقية في كل مكان ونقدم التهنية لأنفسنا ولأمتنا ولشعبنا وللعالم الإسلامي بحلول هذا الشهر الطيب المبارك هذه الآية القرآنية كما يقول ابن عباس إذا سمعت صيغة يا أيها الذين آمنوا فاسترعي لها سمعك فإن هناك أحكام تتلى أو توجيهات من قبل الله سبحانه وتعالى الآية تحمل توقفات كثيرة كما يعني يشير أصحاب التفاسير تفسير الطبري ابن كثير الآلوسي الزمخشري الرازي راجعت هذه الآية حقيقة في تفاسير متعددة هناك إشارات كثيرة لكن الوقت لا يسمح أن نأتي على الإشارات وكل المعاني المستنبطة والدلائل والرسائل من هذه الآية وعلى جناح السرعة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآلوسي يقول هو عهد الله سبحانه وتعالى يذكر به المؤمنين أنكم حينما آمنتم ودخلتم إلى الإيمان ورضيتم بالله ربا ورضيتم بمحمد نبي تعالوا ادخلوا إلى هذه الحضيرة أو هذه الجامعة جامعة الإيمان وهذه الجامعة يراد للجميع أن يستمع وأن يصغي وأن يطبق ما يراد منه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهنا كتب بمعنى فرضة أو هنا أوجب وجاءت لفظة كلمة كتب وهي فعل ماضي مبني المجهول أن هذه الكتابة وهذه الفرضية وهذا الفرض وهذا الواجب قد أوجبه الله سبحانه وتعالى على أمم ممن كان من قبلنا نعم الفرضية يعني بكاملها وبمظهرها الخارجي الصيام الكف عن الأطعمة عن الشراب عن الشهوات عن الأغذية عن المفطرات عن حتى المباحات هي مما كان من قبلنا لكن هناك اختلاف اختلاف بالأيام اختلاف بالساعات اختلاف بآلية الصيام أو الصوم لهذا نجد أن في آية أخرى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكأن هناك أنا محرم على من كان من قبلنا اتيان مسألة المعاشرة الزوجية لكن للأمة المحمدية تم تحليلها إذن هناك اختلاف في الآلية واختلاف في الأدوات إذن التوقف الأول مع الذين آمنوا وهناك فرق ما بين أنني أخاطب المسلم بإسلامه وأخاطب المؤمن بإيمانه فالمؤمن ارتقى إلى مرتبة أعلى آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا آمن بالملائكة آمن باليوم الآخر آمن بالغيب إذن هو مرتب أعلى إذن هو يتعامل مع القدرة المطلقة يتعامل مع الإله الذي يريد له النجاح ويريد له السعادة وسيفرض عليه الصيام من أجل الوصول إلى هذه المرتبة ليخرجه من العادات اليومية أحسنتم إلى مرحلة قدسية ونورانية مباركة إذن هذه توقفات أحسنتم كما كتب على الذين من قبلكم أعود لهذه الجزئية لو سمحت سمحت الدكتور كما كتب على الذين من قبلكم إلى جنابك الموقر بعد ننتقل إلى الأنبار إلى سماحة الشيخ الدكتور جلال الكبيسي شيخ للحبيب حياك الله تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وأهلا مرحبا بكم وحبذا لو أخذتنا إلى توجيه تفسيري في هذه الآية الكريمة من السورة المباركة سورة البقرة حياكم الله وبياكم يا مرحبا حقيقة أود حقيقة أن أشكر القناة العراقية على هذه الاستضافة من الأنبار مباشرة عبر النقل من المحطة التي تقع في الأنبار وكذلك أشكر الأخوة الضيوف من المشايخ الذين حضروا في هذا البرنامج الرائع فيما يتعلق في أفضل شهر وأكرب شهر عند الله جل شأنه بادئ الأمر حقيقة الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة بداية الأمر في قول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ في هذه الآية سورة البقرة آية 183 إنما هي دليل واضح لما فيها من عبارات ولما فيها من منارات ولما فيها من وقفات رائعة وبادئ إلى أمر أن الله سبحانه وتعالى كما أشار سماحة الشيخ النوري في التفاسير التي ذكرها في قول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هنا النداء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَكُنَ النداء يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ وإنما المقصود في النداء للذين آمَنُوا أي بمعنى أن الفضل وأن الخير الذي سوف يأتي إنما يعموا الذين آمَنُوا وليس الناس الذين لم يؤمنوا ولما تكون الآية أيها الناس أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس جميعا المؤمن والكافر والعاصي والملحد وغيره ولكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أي بمعنى أن الخطاب يخص الذين آمنوا بكتاب الله ورسله وما أمر الله سبحانه وتعالى من درجة الإيمان من ناحية الملائكة والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بالرسل وبادئ الأمر حقيقة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام وهذه الخصوصية التي جاءت يا أيها الذين آمنوا أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الأمة أن الخير قادم لكم وأي خير للذي يقصده الله سبحانه وتعالى فيه يقصد فيه الصيام وإنما هذا الصيام لم يفرض عليكم أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام وإنما هو فرض على الأمم التي سبقتكم ومن المعروف في التفاسير أن الأمم التي كانت تصوم آنذاك كانت تصوم في كل شهر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك نسخها الله سبحانه وتعالى بدعوة الإسلام جعلها شهر رمضان شهرا كاملا إما أن يكون تسعة وعشرون يوما أو أن يتعدى أو أن يكمل العدة ثلاثون يوما وتلك منحة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وقد يستشعر الإنسان بأن هذا الصوم حينما يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنه قد أقبل عليكم شهرا كريم قد يشعر المتضجر وقد يشعر الذي يكون في قلبه زيق أو نفاق أو مرض أو أنه قد طبع على قلبه أنه يتعرض إلى المجاعة وأنه يتعرض إلى الجوع في نهار رمضان ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم هذه الأمة أن في الصيام خيخر لهذه الأمة أن في الصيام هو فيه أنه يكون جنة للمؤمن أنه يمنعه من أن لا يقع في المحرمات أنه يمنعه أن لا يقع في المعاصي وأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يهدب النفس وينقيها وقد اكتشف الطب كذلك بعد هذه الآيات الكريمة وهذه الفضل وهذه المنة التي فضل الله سبحانه وتعالى الأمم كلها والشرائع كلها حينما جعل الصيام يعتبر ركل من أركان الدعوة فهو تنزيه وتزكية لأركان الشرائع الأخرى أن فيها صحة للإنسان أعود لجنابك الموقر في عودة أخيرة إن شاء الله لأهمية الصيام وإنه فرض لا خيار للمؤمن في أخذه من تركه ولا يترك إلا بالمعذورات التي أباحها أو منحها رب العزة للمعذورين من صوم هذا الشهر الفضيل وأنتقل إلى ميسان إلى سمحت الأستاذ ميثم الكعبي أستاذ ميثم حياك الله رمضان مبارك تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وخذنا لو سمحت في توجيه تفسيري لهذه الآية المباركة حياك الله وبيّاك أخي العزيز وحيا ضيوفك الكرام رمضان كريم عليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية جمعا وما أريد أن أقوله بخصوص هذه الآية القرآنية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام لغة هو الإمساك لمعنى الإمساك فعندما يمسك الإنسان عن الكلام يسمى صوما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هذا فيما يخصل ويقال سنة صائم أي أنها لم تمطر فكل ما أمسك عنه يسمى صوما هذا فيما يخص المعنى اللغوي أما المعنى الإصطلاحي فإن الصوم يعني الامتناع عن المفطرات التي أمر الله عز وجل بالاجتناب عنها ويقول النحويون لما أفادوا بأن الإسم إذا عرف أفاد الاستغراق والاستغراق يعني أنك لا تنظر إلى الظاهر فكلمة الصيام لا تعني فقط الإمساك عن المفطرات الأكل والشرب وما إلى غيرها من المفطرات بل يعني كذلك الصوم الجوارح أو الصوم الروحي فقد ورد عن المعصوم عليه السلام أنه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش صائم ممتنع ولكنه يرتكب بعض المعاصي التي يظنها أنها ليست من المفطرات بما أن المفطرات عندنا تقريبا عشر أو أكثر كثرت أو قلت ولكنه يرتكب غيرها ويظنها أنها ليست من المفطرات ولذلك على الإنسان المسلم المؤمن أن يجتنب الكبائر والمحرمات والممنوعات في شهر رمضان ما ظهر منها ومبطن لكي يكتب من الصائمين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هناك كتب الصيام على أمم سبقتنا ولكن ليس بالكيفية التي في ديننا أو ليست في المدة التي في ديننا ولا في الشهر الذي في ديننا الكريم لعلكم تتقون أي أن الصوم يهيو الإنسان للتقوى أي لعلكم تتقون المعاصي ولعل يفيد الترجي الله جل وعلا لحبه لعباده واعتزازه بهم ورجائه أن يرحمهم ويرفعهم إلى جنة الخلد التي وعد المتقون لا يرجو بما أننا نعرف أن الجهة العليا لا ترجو بل تأمر ولكن الله عز وجل اعتزازا بأوليائه وأحبته وعباده يرجو لهم أن يتقون يتقوا المعاصي لكي يرتفعوا ويرتقوا أحسنتم أستاذ وقد سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن علة الصوم سئل الإمام الصادق عن علة الصوم أعود أن أعود لجنبك الموقر فيها في عودة لاحقة إن شاء الله في هذه المحاورة وأحسنتم بالإشارة للغة لعل الذي يرد في هذه الآية المباركة لعلكم تتقون في أن نحو تخرج لوظيفة الرجاء ولكن هنا لا نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يرجو الناس حاشه هو الآمر الناهي لذلك تؤول بكي فتصبح كي يتقي المؤمنون رب العزة فعليهم بالصيام فنبدلها بهذا المعنى وأعود إلى سماحة الشيخ الدكتور النوري في عودة أخيرة في هذه الآية المباركة تفضل سماحة الدكتور كمالاً لهذا المعنى الجميل الذي طرح من قبل الأستاذ حول معنى التقوى وإذا معدنا إلى القرآن الكريم في مواضع متعددة من بداية سورة البقرة ومن ثم هذا الموضع إلى مواضع أخرى كيف المولى سبحانه وتعالى يوجه أصحاب الإيمان وأصحاب المعرفة وأصحاب العبادات إلى تحقيق هذا المقام وهو مقام التقوى وهنا أذكر أحبابي من المشاهدين ممن منى الله عليهم بهذا الشهر الكريم بصيامه وقيامه في قوله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدك للمتقين ونضع تحت هذه الكلمة أكثر من إشارة لتعريف المتقي ومن هو المتقي في الآية التي تليها مباشرة الله سبحانه وتعالى يعرف من هم المتقون بقوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظ من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه التفاصيل بهذا التعريف الإلهي والتعريف الرباني والتعريف القرآني لمقام التقوى الكف في رمضان الكف عن الشغوات الكف عن المباحات الابتعاد عن العادات اليومية هو تدريب تدريب للصائم وأن يدخل هذه الجامعة جامعة الصيام وربما يصل من الصيام إلى الصوم والصوم هو مرتبة أعلى ولمن يعني يتحدث ويغوز حقيقة في هذه المعاني الصيام بحد ذاته هو الكف أو اليمساك عن المفطرات واليمساك عن كل ما أراد الشر أن نمسك عنه لكن الصوم مرتبة قلبية مرتبة أعلى مرتبة أوسع الصوم هو يتعلق بالحواس يتعلق بغض البصر يتعلق بالسم يتعلق بالنطق لهذا هذا كمال أن يكون صائما عن المفطرات ويضا صائم عن كل الأعمال الأخرى من جوارحه ليرتقي في جامعة الصوم من الإنسان العادي إلى الإنسان المتقي ربما أنه في البداية كما قال الأستاذ أنه المتقي هو الذي يتقي الشهوات ويتقي المحرمات ويتقي المنكرات لتكون له تقوى ستار وحجاب بينه وبين غضب الله وعذاب الله لكن المقام أوسع والمنزل أوسع والقرآن يفسر القرآن وهو من أعظم التفاسير عندما يعني يكون المؤمن والمتدبر والتادل للقرآن ويبدأ بتفسير الآية من آيات أخرى أحسنت القرآن يفسر كذلك بالقرآن إذن هي دعوة هي دعوة من خلال هذه الآية دعوة لكل أحبتنا من المؤمنين انظروا إلى دقة اللفظ النبوي في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا وضعوا كلمة إيمانا بين قوسين كيف هي منسجمة مع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واحتسابا أن المؤمن يحتسب لحظات هذا الشهر وساعات هذا الشهر بكل الأعمال البر وأعمال الخير التي توصل هذا المؤمن إلى مقام التقوى وكما قلت مقام التقوى وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الإنفاق في السراء والضراء أنا أتمنى أن نأخذ من جنابك كل هذه الأفكار ما شاء الله عليكم إن شاء الله نعيدكم في حلقة مقبلة سمحت الشيخ النوري نستأنف الحديث وأشكر لك ما تفضلت به شكرا جزيلا تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وأنتقل إلى سماحة الشيخ الدكتور جلال الكبيسي في دقائق أربع آخيرة مع حضرتك شيخ جلال أين تأخذنا في هذا البحر العذب اللجي من آيات الله المباركة حقيقة أود أن أنبه أو أبين أيضا في قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون وقد أشار الأخوة الذين سبقوني بحقيقة بإشارات رائعة ولكنني أضيف في ذلك خاطرة من الخواطر أو إشارة من الإشارات التي حقيقة توصلت إليها لعلكم تتقون هذه الدليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين فيها أن هناك كثيرا من من يشكك في رمضان أو أن يشكك في الصيام وكما أشرت في قولي في بادي الأمر قلت أن كثيرا من الناس من يظن أن رمضان هو الامتناع عن الطعام والشراب وفي حد ذاته حينما يتصور الإنسان أنه يمنع عن الطعام والشراب يشعر في ذلك أنها عقوبة وأنها عذاب ولذلك حينما يراد أن يعذب الإنسان إما أن يمنع عن الطعام وإما أن يمنع عن الشراب أو أن يمنع عن كليهما ولكن أراد الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون أي بمعنى هذه الشكوك التي قد توصل إليكم بأن فيه نوعا من العذاب الامتناعي عن الطعام والشراب إنما هي تقوى لمن يريد أن يحصل على التقوى بادئ الأمر أشار للمؤمنين وأهل الإسلام أنه لم يفرض عليكم فقط أنتم أهل الإسلام وإنما فرض على الذين من قبلكم ولا يعد ذلك أمرا جديدا عليكم أنتم أهل دعوة الإسلام وإنما فرض على الشرائع التي سبقتكم لما في الصيام من خير وبركة لكم وقد أشرت في ذلك الكلام حينما أقول أن في بادي الأمر أن من الخيرات التي تصيب الإنسان أولا أنه يمنع الشيطان أن لا يتعرض إليه لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من الإنسان أو من بني آدم كما يجري الدم في شريانه وأن الشهوات التي تحرضه على أنه يسعى إلى مبتغ الشيطان إما أن تكون هواه في الأطماع والأطماع إما أن تكون الشهوات كالطعام والشراب والجماع وغيرها من الأمور وحينما يمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام أي امتناعاً السبل التي تهيئ للشيطان طريقاً للوصول إليك ففيه لعلكم تتقون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة وما قال الصيام جنة أي بمعنى أنه مانع يمنع الشيطان من أن لا يصل إليك ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض فإذا كانت عدم وجود الاستطاعة أو الباءة فألزم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصيام فإن في الصيام جنة أي بمعنى تمنع الشيطان من أن لا يصل إليه أو أن يقعه في المعصية لأن الشهوات هي التي تكون طريقاً وسبيلاً للوصول إليه هذا هو المعنى المقصود فيه لعلكم تتقون أحسنتم سمعت الشيخ الدكتور جلال الكبيسي شكراً جزيلاً لجنابك الموقر وأنتقل إلى محافظة ميسان إلى الأستاذ ميثم الكعبي في عودة أخيرة لجنابك الموقر في آية الصيام في سورة البقرة المباركة فضل الأستاذ يزاكم الله خيراً هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن علة الصيام فيقول يا ابن رسول الله ما علة الصيام فالإمام سلام الله عليه يقول له إنما فرض الصيام ليستوي الفقير والغني لأن الغنية لا يجد مس الجوع إذا لم يكن صائماً وعند ذلك يحس الغني بالفقير وتصبح هناك رحمة بين الناس فيتراحم والله جل وعلا هو أرحم الراحمين أنا أريد أكفرد التفاة لطيفة في هذه الآية القرآنية عندنا موضوع مهم جداً وهو مدخلية الوقف والابتداء في علم التفسير أنا مختص في علم التفسير الحمد لله رب العالمين وكذلك أدرس دورات قرآنية في إعداد المفسرين فكلمة لعلكم تتقون إن قرأت أو ألحقت بما بعدها لعلكم تتقون أياماً معدودات يصبح تفسيرها أوسع لعلكم تتقون أي تحفظوا أنفسكم وتتقون المعاصي في أيام معدودات أما إذا توقفنا لعلكم تتقون واكتفينا بذلك فيكون تفسيرها أقل مما إذا لو امتددنا إلى لعلكم تتقون أياماً معدودات أياماً قلائل أياماً معلومات في هذه الأيام القلائل على الإنسان أن يتق الله عز وجل ويطلب الرحمة والعطق من النار وفي هذه الأيام المباركة يعتق الله عز وجل أفغاماً كما روية ورد في الرواية من الناس أي آلاف مؤلفة من الناس تعتق رقابهم من النار في هذه الليالي المباركة نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وحسن العاقبة والمغفرة والتوفيق لما أمر الله به عز وجل في هذه الأيام المباركة وفقنا الله عز وجل لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جناب الأستاذ ميثم الكعبي شكراً جزيلاً لجنابك الموقر لما تفضلت به كما أصل الشكر وثناء إلى سماحة الشيخ الدكتور جلال الكبيس الذي انضم إلينا من محافظة الأنبار وشكر الكبير موصول كذلك إلى سماحة الشيخ الدكتور محمد النوري لما تفضل به من توجيهات تفسيرية الشكر لكل هؤلاء الضيوف الأكارم على ضيق هذا الوقت وهم أخذون إلى جوانب تفسيرية مهمة ربما يلفت النظر بشكل واضح لكل قارئ للقرآن خصوصية الاستعمال القرآني للفظ في اللغة العربية صام يصوم صوماً وصياماً إنه المصدر يأتي على صوم ويأتي على صيام وقد استعمل النبي المصطفى كلمة الصوم والصيام في حديثه النبوي في معنى صوم هذا الشهر الفضيل في حديثه كله ابن عمل آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني هذا حديث يخرج فيه الصوم إلى معنى الصيام ولكن المفسرين اللغويين حينما جاءوا إلى خصوصية استعمال القرآن القرآن يستعمل اللغة بخصوصية خاصة به يقولون إن الصيام يخص الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات أما الصوم فإنه أقل درجة منه بمعنى أن الصيام هو أكبر وأكثر اتساعاً فالصوم قد ورد استعماله في القرآن الكريم بمعنى الصمت الإمساك عن الكلام كما قال رب العزة قالت إني نذرت للرحمن صومة صدق الله العلي العظيم ولكن أكرر فأقول هذه خصوصية استعمال قرآني لهذه الكلمات شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة يا ليس لأنا في القرآن يا عزنا وبخامك يا عزنا يا عزنا